هذا وتوسعت رقعة المظاهرات المناهضة للاحتلال الصهوني لتشمل عددا من الجماعات الامريكية بالتزامن مع استمرار الاعتصام المفتوح لمئات الطلبة والناشطين في جامعة كولومبيا في نيويورك نصرة للقضية الفلسطينية ويواصل طلبة جامعة كولومبيا لليوم الخامس على التوالي حملة التضامن مع غزة بالاعتصام داخل حرم الجامعة مطالبين بوقف تقديم بلادهم الدعم للكيان الصهوني وذلك بالرغم من اقدام الشرطة على اعتقال العشرات منهم وقيام ادارة الجامعة بفصل ثلاث طالبات عن الدراسة بسبب المشاركة في الاعتصام